بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنا تناول في هذا المقطع الـ Gribbing Force Calculation وتكلمنا في المقطع السابق يقولنا إذا كان الروبوت not moving طب هنا لا بيقول لي If the robot is now moving with an acceleration A معجلة مقدارها A Then the force exerted by the mass M assuming vertical motion is M في A plus G يبقى إذن هنا أصبح عندي العقلة الكلية عبارة عن acceleration due to gravity زائد acceleration ناتجة من الحركة بإلى A زائد G In this case the grabbing force at each finger needs to have magnitude at the FG الغربing force M between G plus A divided 2 في المو ده مضروبا في factor of safety تعالي ناخد example يوضح لنا الموضوع ده فبيقول لي في example determine how much force Jesus اللي الفكين يعني of GRIBBER must exerted to hold a part in a vertical plan under the following condition وقال لي الpart في vertical plan النقطة دي مهمة جدا اني انا وضع الobject نفسه lay out اللي انا شغال فيها ازاي اضع الpart واشوف هايشتغل الpart ازاي عازك تركز هنا معايا في حاجة مهمة جدا هتشوف قيمة الفورس اللازمة لما كان هذا الpart في اللي هو قال لي ايه في اول حاجة الpart in a vertical plan ولما نشوف الpart ده وضعه هيختلف هل الفورس هتتغير اللازمة للجريبنج فورس ولا لا خلينا نشوف الexample ده في الحالتين الحالة اللي هو كان في ال vertical plan وحالة اخرى كان في horizontal plan ونشوف ما هي قيمة الفورس اللازمة في كل حال فتعالي نشوف الexample الأول هو في vertical plan فبالي الpart weighs 20 kg and is of non-uniform shape شكل غير منتظم بس وزن 20 kg الريبنج 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 مقابل مع اخرى و تقوم الريبنج الريبنج اخرى الريبنج 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 24 cm من اخرى الريبنج 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 4 cm wide and square including the gravitation force العقلة كلية اللي هي عبارة عن ايه ايه فادي الفكين 2 جوس اللي موجودين عندي ادي الفك الاولاني وادي الفك التاني دي التخانة بتاعة او thickness بتاعة هذا الجزء عند النقطة اللي حصل فيها الريبنج كان 2 cm المسافة ما بين center of gravity والتوجوس كان 24 cm العرض بتاع الفك كان مدهوني 4 cm تعالا نطبق احنا عارفين القانون اللي نشتغل به قولنا el grasping force ال data اللي عندي ال m ب20 kg وال total acceleration اللي اتحرك 2.5 meter per second square وال coefficient friction 825 وال factor of safety مدهوني بكام ب2 القانون اللي لنشغل به اللي حسب نا قبل كده واستنتجناه قولنا ال fg او el grasping force بتساوي ال m between g plus a divided 2 مضروبا في mu وكل ده مضروبا في factor of safety فتعالا ال data اللي عندي موجودة كل شيء ال m ب20 kg g z a كان ب2.5 coefficient of friction كان ب open 8.5 وال factor of safety كان ب2 ملحظين حاجة انا لما جيت اطبق ده حصل ايه ال 2 دي تشالت لانا كده جبته وكان طالب في المسألة الفورس اللي هتجا من الجوس من الفكين ال 2 يبقى اذا ال grasping force عبارة عن 117.7 نيوتن هذا هذه القيمة من grasping force ضعها في اعتبارك لحد ان شاء الله ما نروح للمقطع التاني عشان تشوف الدقيق الفرق بين اني انا عملت grasping في vertical plan ولما اعمل grasping في horizontal plan اشترك اشترك اشتركوا في القناة